صباح الخير مشاهدين أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من صباح سياسي رسالة من الرئيس الأساد إلى الرئيس عون يتمنى فيها الاستقرار للبنان الذي يعكس بدوره استقرارا على المنطقة ككل وشهداء وجرح في استمرار استهداف الإرهابيين الأحياء السكنية في كل من دمشق وحلب ورجال الجيش العربي السوري يسيطرون ناريا على مشتوع 1070 شقة في حلب وتأكيد إيراني على الاستمرار بدعم الدولة السورية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وساعات من الانتظار في البيت الأمريكي تنهي التحليلات والمعادلات السياسية لإدارة أمريكية قادمة فهل التغيير سيكون للأسوأ خاصة فيما يتعلق بملف الأزمة السورية مشاهدين الأكارم اسمحوا لي أن ناقش هذه المحاور مع ضيف لصباح سياسي لهذا اليوم الدكتور أحمد الحاج علي الباحث في مركز مشق للأبحاث والدراسات مداد أصد الله صباحاك صباح الخير وشكر سلفا لك أهلا وسهلا بيك دكتور أبدأ من الرسالة التي حملها السيد رئيس بشار الأسد لوزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام بحدوثه في سوريا في لبنان علي عبد الكريم نقل محبة السيد الرئيس وتهنيئته باسمه وباسم الشعب السوري لانتخاب لبنان لرئيس لبناني ميشيل عون واليوم أهمية أن يكون استقرار لبنان هو من استقرار سوريا الحال واحد دائما وخاصة هي الخاصرة التي كانوا يراد دائما لها أن تكون رخوة ولكن إن شاء الله في قادم الأيام ستبقى شوكة في حلق كل من يتآمر على لبنان وعلى سوريا نعم أكرر شكري لك والمجموعة العاملة معنا قول لعل هذا الأمر هو مشهد سياسي وليس بروتوكوليا لأنه بداية لتصحيح وللعودة إلى الوضع الطبيعي إن كان ضمن لبنان أو كان في العلاقة السورية اللبنانية إضافة إلى أن هناك عاملا آخر يتصل بإعادة الأمور إلى نصابها كان لبنان يوصف بأمرين سيد عبدو يوصف بأنه ممر لإسرائيل علينا تلاحظ أن السياسة السورية على مدى سنوات طويلة ومن خلال النضال ومن خلال وجود المقاومة صار لبنان ممر لنا على إسرائيل ولم يعد مستقرا إذن لا هو ممر للكيان الإسرائيلي ولا هو مستقر له أو لمن يمثله في الداخل اللبناني وكان لبنان أيضا يوصف بأنه قوته في ضعفه لا الآن أستطيع أن أقول بعد استعادة هذه العافية وبصورة منطقية وبتوافق الآراء ومن خلال المكاسات على الوعي العام الشعبي والرأي العام الاجتماعي في لبنان نقول لا قوة لبنان في قوته وهذا الذي تراهن عليه السياسة السورية بمعنى أن يكون لبنان جزءا من المواجهة ضد كل المعتدين بدءا بالكيان الإسرائيلي وانتهام الإرهابيين لذلك وجدنا كل هذه المسائل تأخذ صيغتها في التعبير في البيانات في خطاب القسم في البيان الرئاسي وفي كل ما يصدر من إعلام وسواه إلى على هذه النقاط لبنان استعاد عافيته لذلك سنرى أن هذه الخطوة تأسيسية أي أنها ستستتبع بخطوات لاحقة تدل على أن المسألة إنما أريد للبنان خلال فترة طويلة أن يختطف وأن يزج في مسارات ومتاهات لا علاقة للبنان به لبنان حضارة ولبنان مركز فكري وقومي ولبنان مركز مواجهة أعتقد الآن إذا أخذنا هذه السلسلة اللبنان الذي يتعافى المقاومة توافق حتى الآن لأنه لا نستطيع أن نصل إلى حد الاتفاق توافق على هذا الأمر من خلال مشروع الجنرال مشيل عون وكل ذلك حمله المبعوث الروسي ولاحظ أنه هذه المرة هو وزير الرئاسة بمعنى المبعوث السوري إذن تمثيل دقيق لموقف الرئيس القائد الشارع السود نعم أنتقل إلى واقع الميدان عمليات يخوضها أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وأيضا الحلفاء كما دائما نتحدث على أكثر من محور على مساحة هذه الأرض السورية في المنطقة الجنوبية هناك محاولات كثيرة من قبل حكومة الكيان الإسرائيلي لإعادة فتح هذه القاصرة منطقة الجنوبية كان في القنيطرة وإن كان في درعة وتصدت حدات المقاتلة لهذه التسللات وكبدت للرهابيين خسائر فادحة أيضا في ريف حما وأيضا في ريف حلاب الجيش وسيطر ناريا على المشروع الألف وسبعين شقة وأيضا على محور آخر محور منيان باتجاه الأكاديمية العسكرية هذا الواقع العسكري الميداني كيف تنظر إليه اليوم وخاصة هناك تفاؤل كبير بقرب ساعة الانتصار اليوم أشكرك إذ جمعت المفردات وطرحتها في إطار مشهد عام هذه النظرة العامة هي المفيدة يسمى بعلم النفس القشتالت يعني أن لا ننظر إلى حالة مفردة أن نتقدم بها الزاوية الرهابية ننظر إلى هذه الصورة التي عددتها في كل المناطق نلاحظ إذن أولا قوة الردع في المرحلة الأولى يعني الآن الجيش السوري يعتمد على مستويين الردع بمعنى التصدي للأرهاب ومن رأي الأرهاب عسكريا في الميدان وسياسيا في الخارج ثم الرد يتبع أيضا هذا التكتيك أو هذه المنهجية من الردع إلى الرد والآن دخلت عوامل مهمة في هذه القضية أولها أن القوات المسلحة السورية وما يدور في فلكها من قوى أخرى مساندة أنها اكتسبت الخبرة واستطاعت أن تثبت أقدامها وعرفت كيف تتعامل مع هذه القوى الإرهابية يعني الآن مسألة مختلفة عن المرحلة الأولى حينما كانوا يهيجون لمساندة الشمال من الجنوب أو لمساندة الشرق من الساحل كانت هذه المسألة حينما كانت المرحلة ما تزال مضطاربة ولم تتحدد المسارات إذن هذه الخبرة هذا التبلور في الموقف العسكري وما يوازي الموقف السياسي صار واضحاً نحن صار لدينا الآن قوة حلفاء وقوة حلفاء راسخة وثابتة وتعرف الآن هذا الأمر من خلال الزيارات سواء كان لإيران الآن نائب وزير الخارجية وتصريحات الدولة الشقيقة إيران والموقف الروسي هذه الدولة العظمى التي دخلت على الخط العامل الثالث هو أن حالة من الانكشاف قد حدثت بالفترة الأخيرة ولذلك دخلت كل هذه القوى الإرهابية وما تمثله سواء كان في معارضة أو في دول مثل السعودي وقطر دخلت في متاهة لذلك بدأ يظهر عاملان في هذه اللوحة أستميحك عذراً أقاطعك قبل أن أدخل في العبنان الذي تريد أن تتحدث عنهم كنا نقول بأن الجيش العربي السوري وحلفاء يسيطرون نارياً على مشروع الألف وسبعين شقة في حلب الآن خبر عاجل على شاشة الإخبارية السورية رجال الجيش العربي السوري وحلفائه يسيطرون بشكل كامل على مشروع الألف وسبعين شقة غربي حلب تفضل إذن هذا الانتقال وهذه ملاحظة مهمة جداً دائماً لدينا هذا المصطلح العسكري السيطرة النارية التي تقدم للسيطرة الكاملة نعم حتى يكون هناك فئات من رأي العام قد لم يعني يصلها بعد معنى المصطلح أنه سيطرة نارية خلص حينما تسيطر نارياً فأنت تسيطر ميدانياً تأتي سيطرة كاملة بتحسيل حاصل نعم نعود إلى العاملين ظهروا الآن عاملان في هذا الجو هما خياراني إجباريان لهذه القوى المعتدية ومن يدعمها العامل الأول هو ذهاب باتجاه الهمجية والقنص واطلاق الصواريخ وتطوير أسلحة جديدة وإرسالها على المدنيين بالصورة عشوائية مما يدل على أنه لم يعد لديهم هدف مخطط صار الهدف عشوائي المهم أن تكون هناك عملية قتل وعملية سفك دم وعملية اضطراب وعملية قلق هكذا يتصورون هذا العامل ترى الآن في كل الجغرافية السورية ظهر بما في ذلك بالأمس في دمشق في مسر ومشق وفي حلب ليثبتوا ذاتهم ننثبتوا ذاتهم عن طريق شو؟ إطلاق وهذه المسألة هم أرادوا شيئاً لكن شعبنا كم هو رائع حينما استوعب هذه الصدمات وبدأ يتأقلم مع هذا الجو القاتل وبدأت تظهر مساحة كبرى من الثقافة بأنه أننا هنا باقون مهما كانت درجة الإرهاب العامل الثاني ظهرت تصريحات لدى المعارضة وأنا كنت أستمع باليومين الماضيين إلى طرح مشروع جديد سمعت هذا الكلام في مقابلة على تلفزيون الآن مع فراس بن مصطفى طلاس والقبر كم هو مؤلم يقول لا يوجد حل إلا أن يحدث ما يلي الحرف الواحد أن تتقدم تركيا وتأخذ مساحات من الشمال وأن ترفع العالم التركي وعالم الأولى المتحدة وأن تتقدم إسرائيل من الغرب ولماذا لا نفعل ذلك وغيرنا قد بدأ هو يشير إلى مصر وأن تحتل كل هذه المنطقة وأن ترفع العالم الإسرائيلي وعالم الكوى الإرهابية وأن تتقدم السعودية سواء ودول الخليج من الجنوب لتحتل هذه المنطقة بدءا من الكسوة إلى درعة وأن ترفع العالم العلام دول الخليج إضافة لأعالم الأمم المتحدة هذا الطرح الآن سمعته عدة مرات بدأ يأخذ دوره ولذلك لا بد من تحليل ما الذي يريدون من ذلك أولا هذا تعبير عن أنهم صاروا خارج نطاق المعادلات الأساسية والتأسيسية بمعنى الاعتماد على الميدان ومحاولة احتلال أراضي واتقدمنا هذه مسألة صارت خلف الظهر اثنين يريدون الآن أن يبقوا البحثة كما يقال بأن هذا هو مشروعنا الآن مشروعنا تركي إسرائيلي خليجي وهناك الإطار الأكبر الحاضن أكبر الولايات المتحدة الأمريكية يطرح هذا الأمر بشكل وقح وبصورة يعني كثيرا ما يشعر الإنسان كيف يمكن لسوري وكان أبوه مسؤول وهو أخذ الدنيا بما فيها في سوريا من أموال ومن رفاهية ومن أرصدة ومن عقارة كيف يمكن أن يحدث ذلك لماذا يكلف هذا أراده فعلا هذا أعمال مقصود كان من الممكن أن يصدر هذا التصريع عن الإنسان عادي لكن أراده أن يقول لا سيدي نحن من هذا الموقع ومن هذا الشخص بالذات نطلق بما يدل على أن المشروع القادم وترى في الأفق في محاولة الآن أنه يا أخي لماذا لا تدخل قوات من الخليج لتحت السورية؟ هذان العاملان دخلا الآن في هذا المشهد الذي حطه وهو تعبير عن ضعف عن تراجع تراجع ضعف وعملية بحث عن الذات ومحاولة الرعشة ولربما الرعشة الأخيرة في وجودهم الذي لا يملك لا المشروعية والذي الآن لا يملك أي قوة لنقل ما في أهوائهم إلى الواقع السياسي والاجتماعي دكتور أحمد عندما نتحدث عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بمعارضة هناك ألف إشارة استفهام وألف خط تحت هذا المسمى نلاحظ أن خلال سنية الأزمة كان هناك عمليات انتقال فصلية لكل من هؤلاء دوره يتم تنطح به عبر وسائل الإعلام نلاحظ مثلا المشردمين من الخارج إن كان بندرم السلطان القرضاوي وغيره 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 لكل منهم فترة محددة تدفع له مبالغ طائلة من الدولارات لكي يتنطح على شاشات الإعلام ويهاجم الدولة السورية وينادي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان وهذا الذي ذكرته أيضا من جملة هؤلاء الذين يقبعون في الخارج اليوم ويعني أشكرك إذا ما تطرح مثل هذه الفكرة لأنه الآن الصراع في اكتساب المشروعية والرأي العام حول هذه النقطة أن يكون هناك تحديد للهوية عادوا إلى نصابهم عادوا إلى أوكرهم لا يمكن أن يكون هناك معارض من هذه النماذج خارج الحيود إلا أن يكون منتميا إلى جهة يأخذ الراتب ويصرح بالأجرة ويطلق بالأجرة ثم يجري عملية تنسيب وتنسيق بين المجموعات بالتناوب اليوم بيطلع فلان مكرا بيطلع فلان اللي بعده بيطلع فلان لخلق انطباع بأنه الكل يعني ما عد فيه عتبة الخجل كان أيام زمان يطلعوا مثلا في واحد رأى على الكيان الإسرائيلي وفي واحد صرح تصريح شاذ اليوم لا لا صاروا في هذه اللحظة وقد ضبطوا وضغطوا في الزاوية صاروا لا الآن مستعدين يتعاملوا مع الشيطان ولذلك ستصدر الآن هذه المهام ومن هنا نرى هذا الأمر بسحبه على الواقع الميداني ذلك تلاحظ أنهم هم لا يوجد لهم منطلقات ولا جذور ولا منتسمات ولا يمثلون شيئا إلا أنفسهم من خلال الوظيفة المشترات من قبل الدول ولسيما السعودية والقطار إذن لا بد من بحث عن قوة عن ذراع أنه لا إحنا موجودين هذا الأمر تراه الآن مع الأسف باستغلال بعض الفئات الكردية شقان الأكراد عليهم أن يصحوا هم أعزاء وهم من نسيج هذا الوطن وأن لا يتحولوا إلى مادة للتوظيف والاستثمار في الأزمة السورية يلاحظ حتى الآن مثلا من خلال حزب السورية الديموقراطية ومن خلال أيضا بعض وخلال ما فعلوا بالحسكة قبل فترة محاولة أنهم موجودون الآن بمعنى هم يستقتلون الآن بين الانتهاء والفناء وبين أن يبقوا متعلقين بحبال الهوى من خلال أن لديهم رصيدا ولديهم قوى حتى ولو كانت داعش حتى ولو كانت جبهة النصر هؤلاء بالنسبة لأشعب السوري قاطبطا هم جنرعا باتجاه مذاب الأكتالي هناك أيضا خبر قالت أفدته وزارة الدفاع الروسية نفت مزاعم تنقلتها بعض وسائل الإعلام وكما كنا نقول دائما ما حضرتك بأن الحرب في بداياتها وحتى اليوم هي حرب إعلامية نفت وزارة الدفاع الروسية ما تنقلته وسائل الإعلام حول تنفيذ سلاح الجو الروسي غارات على منطقة الغوطة الشرقية وبلد الدومة في ريف دمشق مع العلم بأن الكلام يأتي على لسان بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول بأنه التهدية الإنسانية لها أطر زمنية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بضرورة تعليق الطيران الروسي في الأجواء السورية طبعا مع شرط أو بالتوازي يجب أن يكون هناك وقف للمسلحين من الانقضاض أو التقدم باتجاه المواقع السورية برأيك اليوم أريد أن أسأل عن هذين الموضوعين أولا وسائل الإعلام المغرضة لماذا تتناول هذا الخبر بين الطيران الروسي مع الألم أن هناك تعليق للطيران الروسي وكيف ننظر إلى هذا التعليق برأيك اليوم أولا تعلم من حيث الواقع الموضوعي أنه صار معلق أكثر من 20 يوم 21 يوم صار حتى الآن الآن هذه الفكرة التي تفضلت بها فكرة أساسية وهي مادة للبحث والتحليل والاستقراء والاستنتاج يعني هذه قضية أساسية يمكن أن أطرح فيها بشكل سريع على النقاط التالية روسيا دولة عظمى وهذه الدولة العظمى اكتسبت عظمتها من خلال هذه العلاقة الروسية السورية وإيران اكتسبت هذا المستوى من القوة أيضا من خلال الاعتبارات التي تربط بين البلدين الشقيقين السورية وإيران على قاعدة خط وقوس المقاومة اتنين روسيا لها أحيانا خصائصها ويجب أن لا نتوقع بأن يكون تطابق ميكانيكيا بين السياسة السورية وبين السياسة الروسية الروس اعتمدوا في الفترة الأخيرة في مواجهة أمريكا بالمقام الأول ومواجهة الإرهاب في المقام الثاني على التكتيك الذكي أولا الموقف ثابت لن يسمح لأحد بأن يعتدي على السورية ونحن نتفرج هذه مسألة كانت الهدنة عبئا علينا في مراحل سابقة الآن صارت عبئا عليهم هم الآن يعرفون هذا الأمر ولذلك جاء هذا الاشتراط بتصريح المسؤول الروسي بأنه شريطة أن لا يكون هناك اعتداء من الطرف الأول هي عملية كشف للمواقف نتحمل وقد قمنا بعمل مذهل في المنسوب العسكري والسياسي في الفترة الأخيرة تهيئت كل ما يلزم الصبر عدم رد الفعل الانفعالية على القوى الإرهابية في حلب الشرقية قمنا بعمل صار تجربة مهمة تدل على الأخلاقية نحن لسنا طلاب حروب ولسنا هوات قتل أو تدمير كذلك روسيا ولكن لا بد من عملية الردع والرد والدخول في الحرب في اللحظة المناسبة هذا الأمر رسالة لآخرين لذلك أمريكا مزعوجة أكثر من غيرها من الموقف الروسي عم تلعب صارت روسيا تكشف وتجعل الموقف السياسي الأمريكي هو لاهث خلف الموقف وهذا تكتيك جديد وهذه قدرة تحتاج إلى صبر لذلك أنا أحيانا ألاحظ بعض التصريحات في الإعلام السوري أنه ليش لا نوقف وليش كذا يا جماعة طولوا بالكم هذه المسألة ليست بالنسق الانفعالي إنها تكتيك في العمق وتظهر آثار وتطبيقات هذا التكتيك في اللحظات الحرجة وروسيا تعرف ولذلك ما هدت لهذا الأمر بأنه لا يمكن السماح لأي هدف جوي أو بري بالدخول إلى الأراضي السورية تعرف هذا الأمر أنه يسقط فورا عن طريق المتحدث باسمه القوات المسلحة السورية وبطبيعة الحال هذا الأمر ينم عن هذه العلاقة العضوية الآن بين روسيا وبين سوريا كذلك تم التمهيد لهذا الأمر بعملية تفكيك ما يحاولون الآن أن يفعلوا بالرقة وبالموصل وكل ما يجري وعلى كل الأحوال فإن روسيا الاتحادية بقيادة موتن تفعل ثم تقول هناك من يقول بأنك تطرقت إلى العراق هناك من يقول بأن ما يجري اليوم في الساعات الأخيرة من الانتقال إلى إدارة أمريكية جديدة قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الإدارة الأمريكية القادمة هناك من يقول كان هناك مساومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على حلب أن تأخذ الدولة السورية حلب مقابل الرقة طرحت هذه المسألة وسمعناها في التداول الإعلامي وليس في التداول السياسي نعم نحن حدث عن هذه المواقع وليس في التداول السياسي هذا هو الذي يشكل رغبته ويطلعون إلى ربما طرح هذه المسألة لاحظ يعني كان هناك رفض لأن يكون الجيش السوري مشارك في عملية تحرير الرقة لها إذن تبعات ولها اشتراطات معينة وكأن العملية هي عملية يعني استياد أو عملية وضع الطعم هذا لكي يعني لأنه يا أخي تعال حلب بعد كل هذه المعاناة وبكل المآسف التي مرت بها وكل هذا الصمود وكل هذه التبحية إذن تعود رح نعطيكم إيها لاحظ التركيز السيكولوجي في السياسة لما تقول حلب مقابل الرقة فأنت تدغضغ أحلام الناس وحلب العاصمة الثانية وربما اقتصاديا العاصمة الأولى ومرت بأحداث فيها من الهول ومن صفك الدم ما يمكن أن تشيب له الرؤوس كما يقال ولذلك نجد أن هذا الطرح إذن فيه مستويا المستوى اللوجستي أنه لربما كان ذلك وقد تعبت سوريا كما قدروا وقد فشلت الدولة السورية في أن تبقى هم هكذا يتحدثون مسألة غيرها كذلك وأيضا من مستوى أو المصدر العامل السيكولوجي أنه خليني أننا نخط حلب طيب بعدين منرجع يعني ابدأ لعب بيدك هذه اللعبة خطيرة جدا طيب هنا آسف في المقاطعة عندما نتحدث بأن البيت المتحدة الأمريكية طرحت هذا الموضوع ولو تم تداوله عن طريق المواقع وفي الإعلام وسياسيا بالفعل لم يتم تداولهم ولكن أن يتم طرحه من قبل واشنطن برأيك هل واشنطن اليوم لها تأثير ولها يضاربة تستطيع أن تحرك هذه التنظيمات الإرهابية أم يمكن أن نقول بأن الإرهاب فلت من عقاله إلى حد كبير لأن هذا الأمر يدين واشنطن واشنطن اعتمدت بالأصل على نظرية تقول بأنه إذا نحن خلقنا الإرهاب فحكما نحن قادرون على التحكم بإيقاع عمله في أي لحظة الآن هذه القضية فلت منها عاملان مهمان العامل الأول الموقف مشروع بنوا على أساس أن سوريا ستنهار بشكل أوتوماتيكي مجرد بدخل الإرهابيين بتسلم ونستدرج الآن ونستذكر الجامعة العربية وقطر والمهل أسبوع أسبوعين وأعياد وإلى آخره كان يصورون الأمر أنه لا الاستسلام والانهيار حدث الآن حدثت مراحل نوعية كبيرة ومهمة وتاريخية هنا يتشكل الثقة بالنفس وتشكل الأمل أنه لا ما عد في هذه مثلا كيف كون الله تبعثونا واحد ممعوث دولي وكان جزائري مثل الآن ديمستورا والغير أن يأتي لي يقول أنه لم يبقى أمامكم إلا أنتوا سلموا أحسلكم لا نحن الآن الذين صرنا يقول أيها الإرهابيون ونحن نأخذ بعين الاعتبار من أوجدكم وخلقكم استسلموا أو تتعرضون للموت الآن العامل الثاني الذي ظهر بأن هذه القوى الإرهابية قال ما بنيت على أساس سفك الدم وجني الغنائم وأشياء أخرى تلاحظ على سبيل المثال سأعطي مثل الآن في الموصل الآن رهنوا على أساس أن هناك خاصة ما يسمى بالبعثين العراقيين مع داعش سيكونون وضباط خبراء وأعداد هائلة والآخرين الآن داعش قررت أن تنهي كل الضباط الذين كان لهم أصول عراقية أو بعثية لأنها أدركت أنه لا بد من أن تسلم زبام الأمور القوى الأجنبية شيشان وقرغيز وقوريين هذول تبعين الصين وإلى آخر بدأت الآن تظهر هذه بالمفاصل لأنهم أدركوا بأنه يستحيل أن يتم الإطمئنان لأن المسألة هي مسألة جني يعني يقال عن أحد القادة بأنه هرب الآن من الموصل وهو محمل بأطنان من الذهب ومن المال ومن الدولارات إذن تظهر الآن الحالة التي لم تكن محسوبة في أمريكا أنه أنا أوظف وأنا أحرك لكن الآن أنا أمام ظاهرة فلتت من الزمان وبدأت تعبر عن نفسها بالقتل من جهة وبالهروب من جهة أخرى وبنهب المال العام وتعطيل المصالح العامة من جهة المفايلة نحن اليوم الثلاثاء دخلنا في بداية هذه الساعات من الانتخابات الأمريكية بين ترامب وبين هيلاري كلينتون لساعات قليلة تلغي أشهر من الانتظار طبعا تضحط جميع التحليلات والمعادلات والتوقعات والتحولات والتي ترخي بضلالها إن كان على الأروقة الدبلوماسية أو إن كان على الميدان وخاصة ما يجري اليوم في سوريا هنا أسأل برأيك القادم اليوم من الإدارة الأمريكية من السياسة الخارجية هل هو نحو الأسوأ أم نحو الأسوأ فعلا يعني لا خيار ستكون أمريكا بسياساتها هي المشهد القادم وما بعد القادم للأسباب التالية أولا يعني وأنا هنا أوجه ملاحظة وقع الكثيرون فيها في هذا الشرك إنه ما يجري الآن تم تهديئته بانتظار نتائج المخابرة الانتخابات أولا في أمريكا سياسات ثابتة وسياسيون متحركون ولا يملك أحد لا يملك أحد خاصة في عاملين عامل العداء لسوريا وعامل الرعاية للكيان الإسرائيلي هذول عاملين مشكلان البند الاستراتيجي الثاني في كل المؤسسات حزب الجمهوري الديموقراطي المنتاجون وزارة الخارجية الكونغرس براكز الأبحاث الكارتلات كل ما دائما عندهم هذا العامل إذن نحن الآن علينا أن نفسر الأمور بانتظار ما يحدث ولعل هنا أستذكر ما قاله الرئيس بشار الأسد في قمة 2002 في بيروت قال كدنا أن نصبح ناخبا عضويا يريدوننا قلبا ينبض وعقلا لا يعمل يستغفلوننا هذا قالوا في مؤنتمر قمة بيروت وكأننا نحن صرنا نميل مع الريح حيث تميل من يبدأ يطع بالكيان الإسرائيلي حزب العمل أو اللي يكون من يبدأ يطع بأمريكا الجمهوري ولا الدور نقول نحن هذا الأمر كثير الأذى ولا يليق بنا أن نعتمد على هذا التحليل هذا المحللين في لبنان وفي مصر وفي الدول الغربية لأنهم خارج نطاق المعركة نحن أبناء هذا الوطن نحن الشهداء ونحن الموقف ونحن المضحين ونحن الذين تلقى كل شيء فلا يمكن أن نطلع لنا هذه إذا فدنا تعلمنا وعرفنا الآن وكم تألمنا حينما كانت حدثة لدنا في حمص أو في سواء كانوا يدخلون الأسلحة ويمررون الإرهابين هذه قصة إذا لا فرق بها هي بين السيء والأسوأ وهذا ما قال لسيد ريس بشار أسد نعم هي بين هناك من يقتل مئة في أمريكا بغض النظر عن حزب الجمهوري والديمقراطي عن الفيلة والحمار وهناك من يقتل مئة وخمسة إذن هم جميعا قتله وهم جميعا سيئون ولا تخرج صدقني هذا الأمر بعد كل هذا التحليل وكل هذه التضحيات اللي قادتها أمريكا هذا الإرهاب ليس له أي قيمة شيل أمريكا نحيه على جن وشو شو الإرهاب بيصير فيه إن شاء الله نفكر أنه سعودية أو قطر أو تركيا قادرة أن تتساوي أي شي أمريكا هي مصدر هي الشيطان الأكبر هي مصدر كل هذه الشرور وهي الرعاية من هنا نقول بأنه يجب أن لا نعطي أهمية لمسألة التغيرات من دائما نطلع على البرامج فنحن بين مأفون هو شو اسمه هذا طبع الجمهوريين ترامب ترامب لا أفكر وبين شريك في الجريمة هيلاري كلمتون هي التي ساهمت في إسقاط ليبيا وتدميرها وهي التي ساهمت في إيجاد هذه المنظمات الرهابية وحتى في حملاتهم الانتخابية كان هناك دعم كبير يعني أعلنية من هيلاري كلمتون هناك ملاحظة من تفكر منها في السياسة الأمريكية وأتفكر أن القرار السياسي هو للرئيس لبيت الأبيض أو للكمريك وزير الخارجية هيك من دستوره ميك له قرار يأبدأ برؤية لكن ينتهي إلى قرار هذا القرار ملزم لا يسعني أن أشكر أغضيفي الكريمة الدكتور أحمد الحاج علي الباحث في مركز مشق للأبحاث والدراسات مداد أسعد الله أوقاتك أحياك الله على هذه الإضاحات القيمة شكرا لك شكرا بارك مشاهدين الأكرم أشكر موصول لكم على كرم المتابعة الرحمة لشهدائنا الذين ارتقوا إلى علي عليين وشفاء العجل الجرحانة وكل التحية والإجلال لحموات الأرض والعرض رجال الجيش العربي السوري أنتم الشرفاء هذه تحيات الفريق العامل ومن أنا عبد زمام تمتم بأمان الله إلى اللقاء